السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ وتدبر نورا مرحبا بكل المشتركة في الفيديو تا عنها اليوم رايحين تشوفوا معايا طريقة تحضير البسبوسة هاد الحلوة الجزائرية لنحبوها كامل تولم للسهرات العائلية كذلك الكلامات العائلية حتكم بطريقة مبسطة ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيرها وتحضروها وتفضحوا بها العائلة تاكم اذا جبتكم الفيديو تا عنها اليوم شجعوني بلايك وكذلك التعليق نتمنى لكم متابعة طيبة للفيديو بسم الله اول حاجة نبدأ في تحضيرها لتحضير هاد البسبوسة نبدأ نحضر الشربات كما تعرفوا الشربات لازم نحضرها ونخليها تبرد تماما في كسرنا حطيت زوج كسان كبار من السكر العادي حجم الكاس المستعمل 120 ميلي لتر نزيد نحط لهم 4 كسان من نائر الماء يكون بدرجة حرارة الغرفان نزيد معهم شريحة من الليمون ونحط هاد الخالطة السكر والماء فوق النار نحطه على نار متوسطة ونقعد نحرك فيه حتي يدوب كامل هادك السكر بعد ما يدوب السكر نخليه نسلنا حتى يبدأ يغلي بعد ما يبدأ يغلي هاد لوسيغو رايح نخليه يغلي حوالي 15 دقيقة على نار تكون متوسطة بعد مورو 15 دقيقة السيرو يكون مراه بدا يعقد رايح نطفي عليه النار ونخليه بجيها باش يبرد نروحوا الآن نشوفوا مقادر تحضير هاد البسبوسة عندي كاس تا الزيت كاس إلا ربع من السكر بالنسبة لكمية السكر تبقى على حساب الرغبة ديالكم كاس تا حليب زوج كيسان تا السميد يكون متوسط من نوعية المتوسط الرقيق تقدروا تعوضوه بالسميد الرقيق ولكن أنا فضل البسبوسة نديرها بالسميد المتوسط عندي كذلك زوج مغارف كبار تا لانوات كوكو تقدروا تعوضوها إذا ما كانش عندكم لانوات كوكو فضة تعوضوها بالسميد العادي رشة من الملح مبشور الليمون أو البرتقال ربع حبات بيت تكون بدرجة حارة الغرفة وعندي كيسين من الخميرة الكيميائية في إناء نحط البيض هنا عندي 4 حبات بيت هاد البسبوسة حجي خفيفة بالبزاف نحط عليه هوم رشات على الملح مبشور الليمون كذلك عندي كمية السكر كما قدتلكم الليبنات كمية السكر تبقى على حساب الرغبة ديلكم بما أنو البسبوسة رايحين نشربوها بسيرو نفضل أنني نقص كمية السكر تقدروا تنقصو كذلك الأخوات اللي ما يحبوش السكر بزاف يقدروا حتى يديرو نص كاس تاع السكر نخلط كل هاد المكونات مع بعضها البعض بالباتر من بين أصرال نجاح هاد البسبوسة لازم نخلط هاد المكونات البيض والسكر حتى نتحصل على هاد الخليط لازم الحجم التاعو يضاعف الحجم ديالو كذلك اللون التاعو يولي أبيض وكذلك يوليكم إنموس لازم نحضر هاد باش نجيني هاد البسبوسة خفيفة لازم يكون هاد الخليط كما نحضر العجينواز بعد ما يطلع هادك البيض والسكر نبدأ نضيف الزيت الزيت نبدأ نضيفها بالتدريج بالعقل بالعقل نحط كميات من الزيت ونخلطها حتى تتخليف كامل هادك الخليط باش نضيف الكمية المتبقية هاد الكاسة حان نقسمه على 4 أو 5 مرات حتى نكمل كامل كمية نضيف الخليط بالباتر ونبدأ نزيد في الحليب هنا عندي كاسة الحليب يكون بدرجة حالة الغرفة بعد ما تخلطت كامل المكونات هنا سيبون نطفي الباتر والنحي ما نحتاجوش نبدأ نضيف المواد الجافة هنا عندي زج مغارف كبار تعلانوات كوكو وإذا ما كانش عندكم فدات تقدر تعوضوها بزج مغارف كبار تعلانوات كوكو ونبدأ نضيف السميد عندي هنا زوج كيسان تعلانوات السميد بالنسبة لحجم الكاسة المستعمل ١٢٠ ميليليلتر نفس الكاسة نستعمله في كل الوصافات بالنسبة للسميد رايح نحط الكاسة اللي نحطه كامل أما الكاسة الثانية رايح نحط فقط النصف حتى نخلط هاد الخليط ونشوف القوام دياله نضيف الكيسين من الخميرة الكيميائية حجم الكيس ١٠ قرام دايمن هاد المكونات الجافة نصفيها منيح هكدا باش نتحصل على خليط يكون خفيف بالبزاف نخلط هاد المكونات مع بعض هالباب بالفوي ندخل من احد المكونات الجافة في الخليط بالنسبة لكمية السميد تبت تختلف على حساب نوعية السميد كي السميد يتشرب المواد السائلة وكي السميد لي ما يتشربش و لهذا قطلكم السميد دايمن نحطوه بالتدريج هنا الخليط اللي تحصلت عليه ما زاله شوية خفيف سوف نكمل نصف الكاس المتبقي السميد نكمل ندخل كمية السميد هاكدا ونخلط منيح حتى نتحصل على هاد القوام رايح يكون خالط شوية خفيف على الخالط ندخل منيح هذا السميد في الخليط وهنا بعد ما ندمجت كل المكونات هذا هو القوام الخليط اللي حنتحصل عليه رايح نخلي هاد الخليط يرتح حوالي خمس دقائق وهنا نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وكذلك كنت هنا حضرت هاد السنيوة هاد السنيوة كنت ادهنتها كامل بالزيت رشيتها كذلك بالسميد الطب هاد السنيوة الحجم اتحى 30 سنتيمتر على 20 سنتيمتر هنا نخليط بعد ما خليته التاح حوالي خمسة الى سست دقائق نعاود نخلطه قبل ما نحطه في السنيوة ورح نفرق هاد الخليط كامل في السنيوة كما راكم تشوفوه هنا الحبة التعسيميت من الافضل انكم تخلوها تريح شوية في هاد الخليط باش تتشرب كامل هاد المواد السائلة نسوبي منيح السطح ورح نحط هاد البسبوسة الطيب في فرن كنت سخنته من قبل على درجة حرارة 180 درجة نخليها حتى تتحمر كامل الاطراف بعد ذلك حنطفي عليها النار ونهبطها درجة من فرن نهبطها شوية ونخليها تتحمر من الفوقها حتى تكتسب اللون الذهابي بعد ما طابت البسبوسة وكتسبت اللون الذهابي لازم مباشرة بعد ما ننحيها من الكوشة رايح نشربها بالشربات ضروري تكون هاد الشربات تكون بردت لازم سوى تكون البسبوسة باردة والشربات سخونة او الشربات تكون باردة والبسبوسة سخونة كما نادرت بعد ما بردت البسبوسة وخليتها تشربت كامل هاده كلوسيغو هنا رايح نرش السطح ديالها كامل بلانوات كوكو بالنسبة لهاد الطريقة وطريقة التزيين تبقى على حساب الضغبة ديالكم تقدر تعوضوا لانوات كوكو بالكوكو او باي مكسرات يكونوا عندكم في الدار بالنسبة البسبوسة تحب لما تحضرها تحب بزاف ترتاح قبل ما تقدموها من الافضل انكم تخلوها ترتاح حوالي 6 ساعات من الافضل كما انا هنا يا ما عنديش الوقت هنا كنت تقسم تاخلي ترتاح تحت فقط زود سوايع نقسم لكم تشوفوها كيفش جات من الداخل هاد البسبوسة تجي بزاف خفيفة كما شفتوا طريقة التحضير التحكيما نحضرولها جينواز شوفوا كيفش تجي الله الله وكل ما تقعد البسبوسة تريح رايحات تتماسك في النهاية هاي لك البسبوسة اللي كنت حضرتها معاكم في صحن التقديم شوفو كيفش تجي مشربة وجي خفيفة ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هاد البسبوسة وتجربوها وتفضحوا بها العائلة تاكم هال البسبوسة تولى من النمات والصهرات العائلية اه في النهاية هالبناء تنقلكم ان شاء الله الوصفة عنها اليوم تعجبكم واذا عجبتكم شجعوني بلايك وكذلك تعليق برطة جولا فيديو مع احبابكم واصدقائكم اما انتم نتزولوا لاول مرة القناة شجعوني بالاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس وقلكم الى اللقاء في فيديو الله في امان الله اشتركوا في القناة